بكم مشاهدين الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطفل العراقي بنسخته الثانية اللي مستمر إلى يوم الأثنين وهذه دعوة لكم للفضور والمشاركة أيضا والاستمتاع بالفقرات اللي موجودة خلاقية والتنقيفية وترفيهية ومختلف الاقتصاصات تفيد الأهيال وتفيد الأطفال فهذه دعوة لكم استغلوا الوقت استغلوا العروض اللي موجودة هنا بالبورثات والمحلات اللي موجودة اللي يتقلوها يمكن استخدموها هسا أو ممكن استخدموها بالأيام الجاية رح نبدو إياكم اليوم مع الإعلامية ست زوان رحمان كل عام تبخير؟ ونتبه بخير من العائدين الشهر السلامة يا رب أنا وإلكم يا رب شوانكم وأجوال عدية الحمد لله الله يسلمكم مهرجان هذا الموسم الثاني وأنتم من مؤسسين للمهرجان تكلميننا على الإضافات الجديدة لهذا العام ورأيكم بالإقبال على المهرجان بسرعة نعم بالبداية نهني كل السابق المشاهدين اللي رأم كل عمونا بخير إن شاء الله خصوصا عوائلنا العراقية الكريمة وأطفالنا الحلوين اللي هما جيل المستخدم طبعا هذا المهرجان صنع لأجل الأطفال خصص لأجل الأطفال لأنه إحنا الطفولة العراقية تحتاج بالحقيقة تحتاج إلى أرض خصبة لإخراج هذه المواهب الطفولة تنمية الإبداع الطفولي طبعا فهذا المهرجان بدورته الثانية هذه السنة ونشوف إقبال العوائل العراقية جدا جميل على المهرجان خصوصا بالتزامن مع أيام عيد الأطفال المبارك الكثير من دور النشر المشاركة المختصة بعالم الطفل الصناعات اليدوية مواهب الأطفال بالإضافة لذلك إلى أنه المؤسسة تستقبل يعني كل مواهب الأطفال وترعاها وتنميةها ممكن يساولهم دورات خاصة لأطفال محبي الإعلام، محبي الأمور التربية المشاركات، الدورات التثقية والتعليم الموجودة في القناة لعله تكون من ضمن خطط المؤسسة بالمستقبل لكن هي ترعى كل المواهب فنشوف اللقاءات وإلى أطفال تسألهم عليه المواهب وبالتالي هي موفرة جزء من نشاطات المهرجان للمواهب مثلا الرسم، مثلا قضية التواصل الاجتماعي استطلاعي يعدوا على قضية المتابعات للأطفال حتى بالمستقبل أنه يعالجون شنو اللي المفروض يتابع الطفل حتى تكون عقلية عقلية بارزة ومهمة هذه العوائل حشيتوا إياهم قالوا نتمنى أن يكونوا المارجان بالمحاصلات جاءوا ناس من الأنبار، جاءوا من الديالة من الحلة، تقيتوا إياهم قالوا نتمنى هذا الشيء مو فقط من بغداد يكون موجود عندنا أنتو كناية بغداد كيف متوفرة لكم؟ أكيد طبعا، هي طبعا العاصمة هي اللي دائما تحتضن كل هذه المهرجانات، كل المواهب لكن بالسنة الماضية المهرجان أقيم على نسختين يعني هي دورة وحدة، النسخة الأولى وقيمت هنا في أرض معرض بغداد الدولي وأيضا في منطقة الحسينية يعني بعد انتهاء هذه الدورة فأكيد المؤسسة الرائية لهذا المهرجان هي تتنبي هذا الجانب ولعله تكون من ضمن خططها المستقبلين نشوف هذا الشيء هذا العام ممكن نكون النسخة الثانية لهذا المهرجان في منطقة أخرى بعد هذه المشاورة مع الإدارة لأن تعرفون هذه قضية تعود إلى إدارة المؤسسة وإدارة المهرجان فبالتالي لعله إذا كنت فاوض هي حتى قضية تنديد الوقت العام مددها وقت المهرجان حتى يستوعب أكثر عدد من العوائل والأطفال لأنه هي الهدف الأساسي من المهرجان هو احتضان الطفولة العراقية وبالتالي تنمية المواهب والإبداعتها أم علي أنت أم وتعرفين الأم شون تفكر بأبنائها أكيد أول ما جيتي جبتي أشياء جديدة شنو أكثر شي عجبتش وقدتي هذا اليوم راح أخذه لأطفالي حتى الناس تعرف شنو موجود وفي صراحة كل أجواء المهرجان جميلة يعني أنا كأم مستمتعة بصراحة وكنا نتمنى أنه إحنا حتى بطفولتنا نعيش هذه الأجواء وليه مسرح حادث يطرح أسئلة وبها جوائز أيضا للأطفال جوائز تحفيزية جوائز مقدمة من قبل المؤسسة أيضا للأطفال قرطاسية للأطفال موجودة أنا اشتريتها حتى العمر عم نائج القرطاسية عجبتني الصراحة اللي هي مطبوعة عليها قناة شهاب شخصية شهاب موجودة على كل إنتاجات المؤسسة مثلا مداليات للمفاتيح مساطر أقلام دفاتر تلوين هذه كل الجميلة يعني جانب القرطاسية جنات شبتيها إلي اشتريت الجنطة الآن لا بعدني جبك كوي جنات حلوة موديلاتك كل شي حلوة نعم هذه هي جنات المخصصة للأطفال شغلة الألعاب الألكترونية أيضا اللي بيها رسالة للطفل هذه جدا عجبتنا لأننا نعرف أنه الألعاب الألكترونية تسحب أدمغة الأطفال إلى أشياء بعيدة عن قيمنا ومبادئنا في الألعاب الهيرانية اللي مسويها قائد المقاومة الكامندوز الألعاب كمبيوتر والبي آر اللي موجودة وأسعارها جيدة جيدة ومدعومة يعني أيضا أيضا بي آر كربلاء يوصل عقيدة للطفل الكثير من الجولات الجميلة حتى يكون مساحة للأعب الأطفال المتحدة لأننا نستمتعنا أكثر منهم أكيد لأننا الأمهات والأباء كذلك من يشوفون الطفل مرتاح يعني يعيش طاقة إيجابية هذه الطاقة تنعكس على نفسيتها فبالتالي حتى تعاملوا يهي الطفل يختلف لأن هذه العلاقة من تندمج ما بين الأطفال والأباء يعيشون هذه الأجواب بفرحة واحدة أكيد تنعكس على نفسيتهم أريد أن أخذ من وقت إعلاميات إذا تجمعوا بعد ما نخلص حج شكرا يا ستجوان أنا أتشرب خلنشوف علاوي ابنك يا أهلا وسهلا شكرا يا حبيبتي علاوي ما متفضلي هنا تعرف عليك عرف الناس موانيتم مقدم برامج موانيتم مقدم برامج أنا عليم يفضل مقدم برامج في قناة شاب الفضائية قدم برامج متنوعة سوشال ميديا جوية ميدانية وعندي حاليا في مهرجان طفل العراقي تقطيات خاصة لهذا المهرجان على طيلة أيام المهرجان شنو مواضيع التقطيات اللي تسويها نتحدث عن البوثات المشاركة في المهرجان وشنو رأي الأطفال وأهاليهم بالمهرجان وشنو يحبون يعني نضيف المهرجان شنو تجاوبوك على هذه الأسئلة فكرة معينة سؤال في النش يعني كانت الإجابات حلوة يعني أغلبية الناس عجبهم المهرجان ناس رادوا ننضيف إضافات مسرحيات مسرحيات قالوا أكثر فقرات معينة لأطفال ونشرها القناة يعني يكتب قصة والقناة بالمجالة تطبعها طبعا وفق تعديل بالإضافة لأنه واحد قال أنا يريد كل شيء هذا بالمهرجان بس يصير أكبر ويتطور أكثر واحد قال أنا يريد سوون دورة يعني محطة بالمهرجان تعامون بها رسم للمبتدئين ولمحترفين وهي من الأمور الأخرى أنت شنو رايد الشي يتطور أو يتغير أنا شنو رايد والله يعني بشكل عام رايد أنه المهرجان بشكل عام يعني يكون عليه أقبال أكثر من قبل الناس لأن هذا المستوى يعني نقول نحن الأقبال على المستوى الثقافي وهذا يحتاج لأنه الواحد هو يكون يحب هذا الشيء من خلال الفعاليات اللي نشرها بالمهرجان أهمها الفعاليات هو المسرح التفاعلي المسرح التفاعلي عنصر كل شيء مهم بالمهرجان وأكثرية العوائل العراقية تروح إليه من تجي المهرجان لأنه يتفاعل الطفل مع المقدم مع المسرح التفاعلي بالإضافة أنه بيه هدايا وبنفس الوقت بيه العاب خفة لهذه العاب الخفة اللي إحنا يجوز من نلقاهها بهواء أماكن بهذا المكان نقدر نلقاه ونشوفها بأحلى شكل أنا أشكرك مامو موفق ما شاء الله ما شاء الله أنت نجم مستقبل إن شاء الله شكراً علىكم شكراً مامو موفق إن شاء الله أكيد هذا الجيل مفهل ما شاء الله عليه هو مقدم برامج وأيضاً نمر بجولاته هنا هنكملوا إياكم جولتنا هنشقلوا إياكم إلى مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية اللي هي برعاية مرجع الدين على سيد علي السستاني يا الله يحفظه مؤسسة العين لهم هذا البث الخاص بيهم الأعمال اليدوية الموجودة اللي هي من صنع الأطفال والبنات والشباب الأيتام أعمال اليدوية ببيعوها بأسعار رمزية ريعانها راح يكون أيضاً للأيتام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله زيل عبد النعيم مندوب مؤسس العين للرعاية الاجتماعية وسلوان أيضاً مندوب المؤسسة ويانا الله سلمكم شارك نحن بمهرجان الطفل عرضنا بالأعمال اليدوية للأيتام اللي يدخلهم ورش نحن حالياً عدد الأيتام المحتضانين قرابة 27 ألف يتيم طبعاً الأيتام اللي يعني اللي تاركين الدراسة نحن دخلهم ورشات مهنية واحدة من هاي الورشات اللي هي خاصة طبعاً لليتيمات للبنات هي إحرف يدوية وهذا جزء طبعاً من أعمال نحن عارضيه هنانا وريع هاي الأعمال يدوية راح يكون الأيتام اللي يشتغلونها بيدهم دع شوف الأعمال واصلة الاحتراف هذي جنطة هذي جنطة حياكة هذي ألعاب يعني هاي شون وصلتوا لهاي المرحلة هاي ما أعتقد مال مرة وحدة أو دورة وحدة هذي مال متابعة وصلتوهم إلى عالم الاحترافية ممكن يسوون مشروع خاص بيهم الأيتام نعم الحمد لله طبعاً هو الخبرة هاي والعمل الدقيق اجا من قرابة يعني احنا 13 واحد 2006 أسية المؤسسة خلال هاي السنين كلها طبعاً تثونت هاي الخبرة هاي الدقة بالعمل والحمد لله يعني حالياً قلت لكم قرابة سبع سين ألف يتيم هم مستمرين بالكفالة واللي يعني كملت كفالاتهم هم أكثر من سبعين ألف يتيم السلام عليكم أخوية تفضلي هنايا تعرف عليك سلوان جاسم من دو فرع الكرادة طبعاً السؤال السابق السابق الذي سألت الزميلي ورش التدريب المهني هي يعني ورش خلالي نقول احترافية يعني من بسبب شنو المؤسسة دعم تطمح أنه تجيب أفضل المدربين وأمهرهم إلى ورش التدريب المهني لأنها تعتبر فد مسؤولية على المؤسسة الشوار راح تنتج أبناها أفضل هاي الأعمال طبعاً هاي الدورات تكون دورات عبارة عن دورات مكثفة خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة الحد ما يوصلون إلى أيتام الدرجة أنه هم يكونوا المحترفين أنفسهم بالعكس أنه بعض الأيتام أصلاً وصلوا فد مرحلة أنه هم قاموا يضربون أيتام غيرهم فتحة وفد مشاريع أو بيجات حالياً من تشرع الفيسبوك بأسمائهم وقصصهم هي تنتج يعني يومياً من عشرة إلى عشرين مثلاً فدماء مواد من مواد الحياكة أو مثلاً مواد التجميل اللي تدخل مثل الصابون الطبيعي وغيرها من هاي الأمور فهي كلتها يعني نتاج العمل المكثف للمؤسسة لتدريب الأيتام على ودينتجون هاي الشغلات يعني رائعة مثل ما شفتي أتي يعني هاي الشغلات ما أجدت بالهين أجدت من دور تدريب المؤسسة النقل إلى آخره من آه الأمور والمؤسسة مو بس يعني مثلاً تدريب هيتش راح يكون يعمس من هالنوع لا راح تدخلهم مثلاً دورات أخرى يعني ثانية كدورة تنمية بشرية إدارة مشاريع الأخرى من أهل إدارة أعمالي يعني يطلع مثلاً اليتيم مو بس يعرف أن ينتجوا هاي لا يعرف ينتج يستثمر يعني يسوق السلع الحسابات الرياضية اللي خاصة بالأعمال اللي يحتاجها كإداري هو أيضاً لمشروعه حتى ما يخسر بمشروع علمون الحسابات الخاصة راح تكون دراسة جدوى قبل فتح المشروع يعني على مودي المشروع راح تكون أكل جنة كاملة مخصصة تدرس بكان المشروع مثلاً نسبة نجاح المشروع بعد يتباع أنه يقوم فتقرض حسن ليتيم هذا القرض يفتح به المشروع ورح تكون الدراسة على اعتماد على أنه هذا المشروع أصلاً ناجح يعني مسبقاً يعني بإذن الله طيب أنتو بالإضافة اللي ما ذكرتو أنه عرضت مشاريع الأيتام شنو تعرضون بعد هذي شنو الخاص بالمؤسسة لا إحنا المؤسسة طبعاً هي إحنا ورش هي أحد نتاج مباني لنجوم الزار مباني لنجوم الزار هي مباني عملاقة منتشر على عموم العراق فأحد هذه المباني هي مباني ورش تدريب المهني ورش تدريب المهني هي الأيتام اللي متوفقه بدراستهم أو صارتهم في الظروف أنه ما يقدرون للدراسة هو يعني عدنا مثلاً ورش تدريب المهني بالنسبة للذكور ورشات تصليح الهواتي تصليح اللابتوب البرمجة الورش الفنية تعتمد حدادة نجارة صيانة السبالة المهن المربحة ذات المردودة جيد للأيتام احنا هي هالورش اللي نعتمد عليها بالنسبة للنساء الطبخ بأنواعها مثل معجنات الكيك وغير الطبخ يعني الخياطة التطريزية الأعمال اليدوية هاي كلية يعني مشاريع خلينا نقول مثلاً من قرابة 30 إلى 35 مشروع للينا وأكثر من 60 مشروع للذكور إن شاء الله أنتم ملمين بكل موارعي الخاصة طيب اللي هو أنت ذكرت اللي ما كمل دراسة زين اللي هو دا يدرس وعنده موهبة معي نحن طبعاً المؤسسة أكثر طموحاته هي للايتام المتعلمين نحن بالعكز الايتام المتفاقين دراسية نحن حبين نميزهم عن الغير الشون أنه راتب اليتيم المكفول كفالة احتيادية وظروف احتيادية وراتبه 95 ألف بالشهرين طبعاً أما اليتيم اللي يدرس يعني متفوق الدراسية الراتبه رح يصبح 45 ألف إضافة إلى أن دخل دورات يعني على حساب المؤسسة مثلاً دورات خاصة دورات مثلاً تطوير خاصة خارج المؤسسة أيها دورات دراسية من يتخرج يعني للجامعات بعد ما خل نقول يعبر مرحلة السادسة وغيرها راح تكون هناك يعني أقصات جامعية مذفوعة من قبل المؤسسة ملابسة أمور الثانية ويحنا راح يصل الاستثناء للمؤسسة مدة 15 سنة قطاع الكفالة لأول حد ما راح يتخرج من الجامعة كفالته موجودة أقصاته موجودة نقلة موجودة كل هالأمور موجودة أي بالنسبة للذكور والإنان البينات هاي يخطبوها من يومكم بعد شبوقة يعني احنا الحمد لله وشكر دون المؤسسة تطمح السدوة وجزء قليل من وفاة الأيب وعدم وجوده ويعالته وإحنا إن شاء الله نقول بالمستقبل لكم مشاريع هوا إن شاء الله يعني راح تظهر للعالم خاينقول شوفوا النور بها اليوم راح تكون مبهرة إن شاء الله للأيتام الله أكثر من هذا الإبهار يعني أفتخر بيكم أكيد شكرا للمؤسسة العين ووجودكم هذا مثمر وأكيد يزيد المهرجان بهجة شكرا لكم أكيد مستمرين وياكم وشاليا لأحبة هلو شوانت زينة شوان اليوم راسفة علوة شيت حلوة شوان عيوين شور اسموالت فراشة فراشة تحبين الفراشة أي شون الأجوال اليوم والله جواء حلوة وجواء جميلة طفولة رسمو رحيقي رحيقة برحيقة من حافظتها أي طبعا سوانوياها سابقة لقاء هي قالت أنا أحب الرسم على وجه بس ديش في المرة ملحقت على الرسم هل مرة لحقت على أيدها سويا فراشة هل مرة فراشة على وجهها شفتي المسر أي شو نعجبش المسر أجبني الهداية حصلت يدي أو لا إيه حصلت هو شنو هو حصلت هداية شاركة هي فعاليات وحبوها المسر والله مسر حلو يعني قلت لشاب فال يجون تبقسون أحسن من شغلات الموبايل لو شي هنا يستفادون يعني صير عندهم موهبة صير عندهم هل مرة جبتها؟ والله صار هاي ثاني مرة والعام جبتها مرة بعد جبها الأيام جاية؟ والله لح عليك؟ هي هي تحب عندها فعاليات مشاركة بتلزيون العراق تلزيونات يعني مشاركة مشاركات وهسا عندها فعاليات لأني غريب لأني غريب لأن العراق الحبيبة بعيد وأنا هنا في اشتياق إليه ليها نادي عراق فترجع لي منه داوه نحيب تفجر عنه الصدى وحس بأني عبرت المدى شكراً بحيق حبيبتي موفقة إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله إن شاء الله شككم بالخير شكراً إليك عمو الله يحفظكم يجوني سلمون علينا لأن سبق وأنه سوينا وياهم لقاء وأكيد نستمرين إياكم بس خلينا أخذ فاصل من زميننا المخرج لو ماكو فاصل أستاذ أميك شلو مشكلة يلا خلينا نستمروا إياكم دا أشوف أيضاً هنا القلوري جمالي اللي هو خاص بإيران السلام عليكم عدتوا مجموعة من الأشياء اللي موجودة اللي هي خاصة بإيران مثل هذا السكر نبات وزعفران جقال سعر الزعفران زعفران مستقل بـ 15 بيها عروض شنو عروض أوفر يعني إذا تمطيني اثنين بسعر أقل سنين بـ 25 هاي الكمية اللي هي الوحدة بـ 15 اثنين بـ 25 هاي زعفران هو أنتو مشهورين بالزعفران أكيد إيران وبعد شنو عنديش بعد الجناط الحقائب الساهون 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 باهد بـ 10 السين بـ 15 15 15 15 أنتو سعيدة هنا شكرا جزيلا لكم أكيد نستمر إياكم حبت المشاهدين لكن خلنا أخذ الفاصل وراجعين حبت المشاهدين مستمرين وياكم بتقطيتنا في هذا الجنح الأول خاص للمهرجان الطفل هنا ستيمرز اللي هو خاص بعلوم مهمة جدا منوعة نحن نعرف تفاصيلها مع الأستاذ السلام عليكم أستاذ شون صحة؟ كل عام أنتو بخير وأنتو بألف خير حياكم الله يعني شنو ستيمرز؟ ستيمرز هو صاير من قسمين القسم الأول لستيم اللي هو مختصر لكلمة منحة عالمي اللي هو Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics مجموعات كلن يعني شون نعلم الجيل الحالي أن يدرسون تكشفون الهندسة والفنون والرياضيات بطريقة البرمجة باللغة مالتهم لغة العصر مالتهم اللغة التكنولوجية ERS حتى يصير ستيمرز يعني شون نعلم من جيل الحالي أس إحنا كلنا الجمع جبنا للعراق ملحة عالمي بادي من 2007 الغاية من عنده أن يمكنون الشباب اللي هم أصلاً مو لازم يشتغلون لازم يدرسون شافوا أنه غالبية العاطلين على العمل بالنسبة للشباب هم النسبة اللي هم وعمرهم بين 15-14 سنة لحد نسبة عمره 22 سنة فرادة وهذول اللي يكونون فقط عاطلين على العمل هم يدرسون هم يشتغلون وبنفس الوقت يتنورون وبمستقبلهم أنا لما نكملت السادسة أعدادة ما كنت أعرف وين المعدل هو وداني اللي هندسة كهرباء ممكن حضرتش نفس الشي بالضبط يريدونها حالياً بالكليات الأهلية لا هم يختارون ويختارون الجانب العلمي دائماً مختبر تحليلات بس يبقى المنفذ محصور على مجموعة من العدد من الكليات والغاية من عنده أن التوجه أن يروح لقالب يروح لكلية إلها فتشغل أو وظيفة أو كذا الغاية من الاستيام أن الطفل منه بادي إذا يستكشف الهندسة بادي إذا يستكشف العلوم وإذا به هو مثلاً يعرف أنه رح يصير مهندس هو بالمتوسطة هو ممكن أن يصير طبيب وهو بالإعدادية يعرف شنو كلية الطب يعرف شنو كلية الهندسة وعلى أساسه من مستقبله فعلاً يعني أنتو تبدون بأي عمر؟ من عمر 6 سنوات إلى عمر 12 سنة نعم نعلمهم خمس أشياء نعلمهم الروبوتات والدرونات أو أي شيء يتحرك الألكترونيات وتفرعاتها البرمجة السوفت وير هارد وير التطبيقات الوبسايتات التصميم مرتبعة ثلاثية الأبعاد الذكاء الأصطناعي والأنظمة الذكية هذا الشون يعني ونتعرف عن مدرسة يتزامل مع المدرسة من بالعطلة السيفية شون نسوي الدورات؟ يعني التعليم يصير باتجاهين اتجاه للمعلمين نفسهم حتى نحاول أن نقلل الفجوة اللي صارت شئنا ما بين صارت فجوة لأولياء الأمور ولمعلمين أنه هاي الفجوة والقفرة الألكترونية اللي صارت لازم إحنا نلحق بيها حتى نعرف الطفل لمن يحكي بالمينكرافت أو روبو بلوكس نعرف هو شون نلحق وياه ونفتهمه هاي من جهة من جهة ثانية الطلاب نفسهم دي نشتغل وياهم دورات خلال المدارس مالاتهم سمين كود كلبس اللي هو نادي برمجة داخل المدرسة أو كود الدوجو يعني ما بعد الدوام بأيام العطل يتعلمون يشاركون بمحافل عالمية وعدنا اشتركوا بمسابقات نظمنا مسابقة دويورفيت السنة الماضية والقبلها الأول على الشرق الأوسط طلع عراقي والسنة اللي بعدها يعني العام الثاني على الشرق الأوسط واحد من بغداد والثنين من النجا في الأشراف شون يتواصلونوا إياكم الناس طبحتكم شون؟ طبعا موجودين على السوشيال ميديا عنوان ستيمرز على كل وسائل التواصل عدنا مكانية في شارع الصناعة موجودين وفي شارع عبو جعفر المنصور بالمنصور بناية الحاصلة بستيمرز عدت الناس تعرفكم وتتواصلوا إياكم تسألكم عن الأسعار عن مدام أنتم موجودين أريد منهج واحد من يوم شوية تشرح لي عليه الموجود عندك يلا هذا الكمبيوتر الزغير يختصر هو هذا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر البرطانيين يسمو بوكت سايز كومبيوتر هذا سوته طبعا التمويل من البريتش كونسول وشان خلالي نقول التأسيس إلى البي بي سي اللي هي قناة البي بي سي والمنصة برمجتها مايكروسوفت كان أكو هدف بريطانيا أن يعلمون مليون طالب برمجة من خلال هذا الجهاز كبر المشروع وانتشر بكل العالم السرعة مال هذا الكمبيوتر تقريبا تقريبا أي ممكن نسوا بالباكت بس خلي أفتح خلي شفنا واحد مفتوة السرعة مال هذا الكمبيوتر ها سونا انبوكسنج انبوكسنج صار السرعة مال هذا الكمبيوتر من ناحية رامع وبروسيسر تقريبا سبقعش مرة أسرع من الكمبيوتر ما لمركبة أفولو 11 اللي راحت للقمر ووصلت للقمر فيريدون يقولون للأطفال انه انتب إيدك فتشي تقدر توصل به أبعد من القمر صغيرون هاي القطاع يتبرمج بلوغات برمجة البلوكات البايثون الجافا سكريبت طبعا يربط على روبوتس الروبوت يربط على درون درون يربط على منظومة ذكاء اصطناعي منظومة بيت ذكي منظومة انترنت أوف تينكس حسب القفل بط بط القفل يعني نبدأ من أعمال رابع خامس ابتدائي يبرمجون يتعلمون هاي البرمجماته والحلو انه هو باون بورد سنسرز يعني سنسرات متحسسات مثلا متحسس حرارة متحسس حركة لمس متحسس صوت وبنفس الوقت يطلع صوت ويطلع اشارة على شاشة مالته وببلوتوث يعني انا اقدر اتحكم بعشرة متر من الروبوت مالي نحاول قدر الامكانوية للأطفال ان يبنون سيستمهم الكامل من خلال هاي القطاع هش كالسعره؟ هذا بحدود لتلاثين دولار تمام يعني ممكن نطيكم خصم خصوصا من قناة ايام تمام طبعا هو هذا سعر وكالة يعني الاسعار اللي دنجيبهن احنا طبعا للمسحة احنا دنقول خصم ما خصم بس كل الاسعار اللي موجودة هنا هي برانداتنا احنا جاي بيهن من بريطانيا من كوريا الجنوبية من الصين من امريكا ودنحاول ان نحصل مناهجهم الرسمية وننقل نفس التجربة اللي موجودة بدولهم ننقلها للعراب زين اكو مثلا الام ما عتا وقت بانه تخلي الطفل بيعدكم بالمؤسسة انه يدفل دورات تقدر تاخذ المنهج تشتري وهي تعلم الابنها اكو شي اسهل من ان تشتري منهج يعني احنا ننطيع مضبوط احنا عدنا هذا الكت التعليمي الام او الاب طبعا ما متفرغين هاي من ناحية من ناحية ثانية قد هو صعب عليهم يعني قد تكون مثلا الام تخصصهم مجال طبي وصعب ان ندرس شي مجال تكنولوجي للطفل هذا شي فعلا تحدي بس يحتاج شنو يحتاج جهد من عدهم ان هما ولو قدر الامكان يحاولون يعرفون شون يوظفون هذا الكت للطفل شون يوظفون هذا الكت موجودة وية tutorials احنا نسميها شون ملخصات هاي tutorial موجودة من ناحية وشي كلش طبيعي زمان وطريقة تفكير من غير انه التطور اللي ديصيروا هم ديحاولون ان يواكبوا غير عن التطور اللي عشنا احنا اشكرك واكيد تتساعد الاهالي اللي يجون بطريقة التدريس والتفاصيل اكثر مع ستيمرز مع الاستاذ شكرا جزيلا موفقين في شي كلش حلو وموهد صراحة وافتكر بي شكرا لكم نستمروا اياكم نشوفوا هنا يلمة الحلوة على اشياء الخاصة احنا بالمطبخ وايضا ملسقات ملابس حلوة السلام عليكم اكيد ما راح يحشون بس حلنشوف السلام عليكم من ايران هذا مركز الرضوان تحشون عربي عربي السلام عليكم تطل هنا شون الصحة المؤسسة الكلمة مو الرضوان مؤسسة الكلمة مؤسسة الكلمة ايه مؤسسة الكلمة ايه اتفضلوا احنا طعالعين لايف اه اه تاربنا عن المؤسسة واحتصار المؤسسة الكلمة مؤسسة الكلمة هي مؤسسة مؤسسة مسجلة بالدات من نظامات غير حكومية بالعراق يعني مؤسسة المجتمع مدني ايه اول سننشارك في هذا المعرض احنا اهتمامات نحن اهتمامات في مجال الطفل التربية وتعليم والمدارس وندخل المدارس ونحاول نرتق المستوى التعليم ونعوض بعض الفقرات اللي نتقدها بالمجال التعليمي مؤسسات التعليمي ايه طيب وشنو قدمتو اليوم بالبوث الخاص بكم والله دفاتر بالتصاميم الخاصة تصاميم خاصة جدا تصاميم خاصة بهوية وطنية العززة الهوية الوطنية الحاجة ابو مهدي الحاجة قاسم سليماني خلي اندي اطيني الدفتر خلي اشوفه دفاتر لكل محبين الحشد وابناء الحشد من اولادنا هذي موجودة هاي الدفاتر حاجة قاسم حاجة قاسم وهي ابو مهدي ظاهرة طبعا صوت السيد وينها ظاهرة من صوت حاجة قاسم ماشا فكرة كلش حلوة موطر وقصر والله قلنا شوية نحاول ننقض اطفالنا من هاي الهجمة الثقافية لنشوف احنا الصور الموجودة مطبوعة الدفاتر يعاد اقعد تغزينه علاق ان عزز الهوية الوطنية مالتنا وابطالنا انشاء العززهم واسطنا اه بعد شو عندك عدة هذي الكتب هاي هاي هم الفكرة اش رحلنا عنك هاي هاي همنا هاي تعزز الهوية الاسلامية عندنا قضية الامام المهدي والمهدوية وامام الامتظار نعم هاي هاي بناتكوة فيه هاي الرسم المهاتين تستخدمها من الرسم وللبنات وللول مذكرات في شي حلو يعني كلها تحاول يعني تكون عادي شي اسعارها اسعارها حلوة ان شاء الله يعني الحاول طبعا كلهم بي خصومات خاصة من المعرض يعني يعني اسعارها تختلف عن السوق ماذا هيكب هذا المهرجان والله جيد يعني انا العاب جيت المعرض كزائر وهل سنة جيته كمشارك يعني شجعت العام من شفت هذا المعرض شجعت قلت انا ان شاء الله سنتلوك لازم اشارك يعني اصدقى غرفة هنا واعرض منتجات اللي خاصة بي اشترك وهي دعوة للكل ايضا لانه القناة شهاب وكل متعاون بالمهرجان مفتوح بابهم للمشارك اكيد باقي يومهم بس اللي ما جاء خليجي يلحق ان شاء الله واحنا غرفتنا مؤسس الكلمة اول ما يدخلون عاديهم يسرق شكرا الموفقين وعيث رزق يا ربي شكرا اليك استاذ اكيد احبتي مستمرين اياكم لكن بعد الماسم احبتي مستمرين خلنشوف البوث الخاص بوزارة الداخلية استغربت الصراحة لوجود بوث خاص بوزارة الداخلية خلنعرف شن التفاصيل وشن يطرحون السلام عليكم استاذ فضلي هنا يا اهلا هنا عدنا شوف هذا الكتاب الخاص للمقدرات مواضيع مهم صحيح اللي ايامكم كل عام انتم بخير ونعايدين ان شاء الله صحة وسلامة اهمية مشاركتكم في مهرجان نعم بسم الله الرحمن الرحيم مشاركة وزارة الداخلية العراقية المتفثلة بدائرة العلاقات والاعلام باقسامها الاختصاصية قسم العلاقات العامة وقسم محاربة الشائعات وقسم التوجيه المعنوي والدعم النفسي عدنا مطبوعات وزارة الداخلية مطبوعات دارة العلاقات والاعلام منها توعوية كعائلة بشكل عام وعدنا اللي خص الطفل اللي خص الطفل سبحان الله اليوم يعني صارت علينا سوف هذه المواضيع مهمة هذه المقاترات نعم موضوع موضوع الفزاز الإلكراني موضوع موضوع العنف الأسري وغيرها من المواضيع يعني تشمل الأسرة كشكل عام هاي توزعوها؟ نعم هاي مجانا هاي مجانا مواضيع مختلفة؟ من الجرائد ليتشأله ذاك الدليل أيضا يمكن قال ينشف ذاك الدليل قال يتوزع تبقيفية للعوائل هاي هذا الدليل بناء القدرات وحدات الشرطة المجتمعية اللي يحب اللي يدخل بالمجال قاني البرحة شف الطفل قلت له اشتتمنى اشتصير؟ قال اريد اصير اوني بالجيش قلت له شنو اصير؟ قال فرقة ذهبية قلت له ليش؟ يقول على اقلها اذا منت تشهيد اوني شوف التفكير يعني هو يعني بناء القدرات وبناء النمو الفكري لدى الطفل شيء مهم جدا منذ نعومة اغفاره فمو يقولون انه نقش على الحجر العلمو في الصغر كان نقش على الحجر فاهم شيء انه يكون من نعومة اغفاره هو القدرة العقلية وطبيعة التفكير يجب ان تكون طبيعة تفكيرة ايجابية وجيدة طب اكيد يعني هذا الدليل به يعني الهيكلية الخاصة للشرطة بحيث انه الطفل يطلع على الاشياء الموجودة بالخسم الشرطة طبيعة العمل بسبب الاتصال اي لا دا اقول انه هذا الدليل يعرف الطفل على شنو معنى الشرطة المجتمعية وشنو عملها صحيح وهذا الشيء يجعل عنده يبني افكار احنا يعني لو جاينا فترة يعني الفترة الصباحية كان عندنا مجلة توزع للاطفال ايضا مجانا المجلة بها قصص تخص الشرطة المجتمعية وتقريب يعني دور الشرطة من الطفل وعدنا بنفس المجلة صور عادية وتلون بها ايضا موجودة الوان تلون من قبل الطفل يعني مثلا صور التواصل الاجتماعي اليوتيوب والواتساب والسنابشات والفيسبوك هذنى لكن شنو عادي فموجودة الاصباق يلونها الطفل ايضا هيتوزع من قتلة يعني لو جاينا الصباح اليوم مشرفيني كان شفتوها فتشيء يعني لطيف جدا هياتي لوزارة الداخلية على رأس الحج عبدالامير الشماري الله يحفظ اكيد باستمراركم بهذا العمل وبهذه توجيه الطفل بهذه الطريقة شكرا جزيم شكرا لنقل الصورة المشرقة لوزارة الداخلية الله يحفظكم نستمرين معاكم مشاهدينا راح ننتقل للابوثة اخر بعد وسارة الداخلية هلنشوف الاجواء هنا رسومات لمؤسسة الهدى الثقافية السلام عليكم استاذ شون الصحة احنا هذا المكان يعني هو مخصص الاطفال يجون يرسمون لان احنا كمؤسسة نبحث عن هاي المواهب ونحاول نطورها من خلال يعني الفعاليات والنشاطات الفنية نخليه سجل اسمه يعني هذا مهدي علي موجود يعني هسه وناجا يفتر اي وهذا هادي وهذا يعني كل واحد نخلي اسمه وقسم منعدهم همين يكتبين له هدية الى مؤسسة الهدى شمال بغدار اي بالاضافة ذلك عدتكم هالعاب موجودة؟ هي العاب بالنسبة للرسمة حلوة ونطي هدية يعني اي نعم شون الشوفاء اللي قبال على المهرجان خلال هذه الايام؟ والله حقيقة هي يعني اعتبرها مغنما للعوائل العراقية انه يعني تستخب اطفالها لهذا المهرجان المهرجان جميل وخلو وينمي قدراتهم ويعني يوسع افكارهم شكرا جزيلا صحيحاتنا اليك الزهورة عدتهم موهبة اعلامية مهمة ان شاء الله انها مستقبل جميل نتقلوا اياكم الى تشوفين هذا البوتوس هذا الزرع وهذا العنكبوت يسموا هاي الاضليات السلام عليكم سيد فظلي هنا ايه اهلا وسهلا خلود عبد الرحمن يا اهلا خلود عندك مشروع هذا؟ نعم مشروعي هنا يعني على البيج احنا نشتغل اعمال يدوية انا شغل مكرميات فخاريات هذا شغل اليدوي كله ماذا طورت هذا كل الشوق؟ اذا شغل بمثله ناخذ من الموديلات من البيجات هذا الستايل يسموه البوهيمي نعم فن المكرمية هذا يسموه ماذا طورت هاي الاشياء عندك؟ والله انا بديت من المدرسة تعلمناها كانت الدرس الفنية عندنا وبديت اطورها يعني انه تقريبا فترة قطع عندنا بعدين هسا رجع بشكل واسع يعني تطورت الموديلات والفنون هنشوف احده الموديلات عندك شوفينه باعتهم هنا اكسسوارات حلوة ايا اكسسوارات اكسسوارات يدوي هذي وهذه اكسسوارات يدوي اهمين اشتغل ايضا هاي فخاريات ازء ممكن مقدمة شوكليت ممكن مبخرة ممكن انارة بيها بداخلها يعني موديلات شكلها في الكلوري يعني هو بالضبط يعني برمضان اكتر شي استخدموها وهذه الزرقات يدوي على البغدادية كلها وانا احب الستايل البغدادية احب هاي التراثيات حلوة هذا شغل ايضا المكرميات هذا الرسم على الخشب ايضا وانا اكمل عليه وهذه التعليقات من السنادين شون رسمها الصبقة ماتت على الفيز ام انستجرام صوق الياسمين للمكرميات صوق الياسمين مكرميات موجودة على بيسبوك للتعاون اكيد اول شراء اشياء باسعارها كل ازدينا اي موديل ممكن يعني احنا ننفذة اي موديل يعجبهم بيشوفو باي مكان ممكن احنا ننفذة اكتر شي اقبال بناتعليم والله اكتر شي اقبال اكساسوارات حلوة هي حلوة الاكساسوار الالوان هاي الموجودة موديلات حديثة تتشوفين الكصور او شنو الديزاين اللي يدخل هسه ايه هو هذا الماشي نعم ايه السلام عليكم السلام يلا احنا نتعرف عليه امو محمد من المحمودية شنو تعالي يلا اقالي سويلها خصم مباشر شنو عجبت مننا مو حددنا يجينة مو حددنا نتفرج إن شاء الله جزينا واجبنا للاطفال وإن شاء الله خير هل حبيت المكان؟ محمد أول هل تحبك أشياء خاصة للمتفوقين؟ مدارس خاصة؟ أريد أن أرى ما أفضل شيء على مودة أسجلها بي هناك ألعاب خاصة دينية خاصة ما شاء الله الرياضات جيدة خليل سونا لقاء مع ستيمرز وهي مؤسسة خاصة بالقدرات العقلية تنمية المهارات العدة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا موجودة هناك ببداية الجناح وحلو ما تتغصب للأيام إن شاء الله شكراً جزيلاً شكراً إليس ماما شكراً للمتفقين إن شاء الله كم لي هنا يا شوك الشين العزبين؟ أكيد سننتقل سنروح للمسرحية تعجوفكم مسرحياً وهو المسرح التفاعلي لقناة شهاب يعرض مسرحية وماضيع مهمة بعدين يسألهم أسئلة وإلهم أكيد جواز والحلوة اليوم هناك عوائل شهداء مؤسسة اليوم جابوا الأطفال خاصين بالشهداء انطوهم هدايا بعدما سألوهم أسئلة وسألوهم فعاليات حلوة مثل فعاليات أنا نبتة يلا تعالوا إياكم السلام عليكم السلام عليكم كلام تخير على خلالكم شايماتك طيب طيب إن شاء الله طيب إن شاء الله شكراً شكراً إلي يلا مستمرين إياكم السلام عليكم السلام ورحمة الله يا حياكم من المسيلة الله يسيني شو من البغداد يا أهل المسيلة شو رأيكم مهرجان والله جداً راقي يعني هنا نشوف بعض الأماكن اللي بها اسفاق ما نقدر نحجي بالإعلام هذا متنفس العوائل اللي محافظة على عوائل أتمنى التجربة يعني تتكرر في جميع المحافظات نسب المسيرة هذا على الأكبر على الأكبر على الأكبر على الأكبر يحب الرسم أتمنى أن أكون هناك ما هي رسولة؟ أنا مبعد أطفل بس إن شاء الله نطرع فنان مشروع فنان لين عدة شكراً الله يسلمكم ماذا تعمل يا أخو بس أحبكم ويزينا 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 صحيح شكراً لا تحمس شغل الألعاب الخاصة في عمره موجودة وتستفادوا من يمه أتمنى دائما تجون وتستفادوا من قلوم ويزينا إن شاء الله موجودين ونسوي دعوات للعالم من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا قلت لك متنفس يعتبر متنفس عائلي ملتزم وهذا شيء ما موجود نتمنى يتكرر بقية المحافظات أيضاً أبو علي شكراً الله يحفظك أكيد مكمليك تعال معظم ماذا اسمك؟ عبد العظام ماذا اسمك؟ ماذا اسمك؟ محمد شونك؟ شاركت بهذه المسرحية؟ لا بعدك مجاوض؟ مجاوض وفجاز؟ أوكي أوكي شكراً لكم الله السلام عليكم شون صحة؟ سعالي السلام عليكم أهلا وسهلا هاي نعم عرفنا على المدرسة؟ أول شيء هي هاي المدرسة معنية بزيادة الوعي عند الأطفال حول القضية الفلسطينية وكذلك هنا عدنا تماثيل وصور على الشهداء الحشيد مثل الشهيد أبو مهدي المهندس واحد من المجسمات خلي شوفوها المجسمات خاصة للشهداء هاي صورة أبو مهدي المهندس اللي يرحمه هاي الشهيدين كذلك عماد مغنية هنا وبعد عدنا بقية الصور والتفاصيل شوف الأقبال عنه أكو أقبال أكو أقبال خاصة الأطفال الأطفال يجون هنا يقبون يعرفون يشترون وعدنا هنا صورة صورة فارغة رسالة إلى فلسطين هاي الرسالة كلها من الأطفال العراقي يكتفون أن أحبكم فلسطين ستحرر أراضيكم كلا كلا إسرائيل هيش إلى آخر هاي الرسم؟ نعم الرسم هم من عبارات مكتوبة مثلا كلا إسرائيل نحن مع فلسطين إلى آخر يجون فقط يلونوها أو مثلا صورة بعثرة يجون يرجبوها بالشكل الصحيح يسوي سنة القادمة تشارك بالمهرجة؟ نعم نعم كل سنة إن شاء الله مع قناة الشهاب هاي الموجودة وضيف أشياء جديدة؟ أكيد 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 هي كل سنة نضيف أشياء وطفل يتطور يريد أشياء جديدة صحيح صحيح إن شاء الله على الموسم القادم تلقون أشياء جديدة إن شاء الله أنا شكراك إن شاء الله سلام عليكم الحمد لله بخير رحم الله كرار 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 نحن مؤسسة أمة الحجد الإنسانية نساعد الأيتام نساعد العوال المتعففة نجيب الأطفال الأيتام المعرض كيف ذكرت أنا؟ هواي عوال وأجول مني خلال هذه المؤسسات أنتو جبتوا اليوم هواي عوال؟ إن شاء الله نجيب عوال وأيتام أطفال نحن عدنا مبادرات هواي نسفرهم سفرات ننطيهم ملابس العيد كونش نسون أحمد الله تفاعلهم هنا يحبون نحن أهم شي فرحتهم وموستهم الحمد لله فضل من الله ألف الحمد لله أحبكم السلام والرحمة الحمد لله أحب السشغل أين أفل السشغل؟ أحد المساعدين أمساعدين 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 والله مهرجان يعني كل شي حلو يوم الطفل هالعالم يعني هو أهم شي فرحتهم للأطفال نحن نحن يجينا هنا نطرح الأطفال أهم شيء سر سعادة مهمة أكيد إن شاء الله بفضل الله الحمد لله أي أحب السشغل و ku ش sm face و نعم و fenい Oh man الحمد لله اللا يفقكم و منطقكم علي قدنيةكم wake up ش move و te l ry perfect الحمد لله حارة الشمراء مؤسسة أموت الحجي الإنسانية الله يخليش كل عام مؤسسة وخير هذه المؤسسة خيرية دعمها ذاتي من عندنا مؤسسة تحتوي لعوالي شهداء والعوالي المتعففة والمرضى أطفالهم عندنا سلات غداية عندنا كشوة العيد الملابس وزنعنانهم عندنا سفرات ترفية عندنا برامج رياضية متوفرة كلها عندنا اليوم جبتوهم الأيتام؟ هذه المرة اليوم الثالث يوم نجيبهم هنا للأيتام جيبهم هنا بدعوة من قناة شهد مجموعات الدج مجموعات نجيبهم مجموعات اليوم ثالث مجموعة جبناهم حوالي أربعة وقت إن شاء الله دج شوف التفاعل التفاعل تريس أول أطفال متونسيين يعني الحمد لله وعاكم جوائز بقراتكم؟ موجودة عندنا جوائز وجاي وزعونهم فقرات عندنا سفرات عندنا يعني بعد حوالي أربعة أيام عندنا سفرات يسليماني راح نودي الأطفال أي ما شاء الله شكرا جزيلا رحم الله وإن شاء الله وزيدكم على هذه يلا أسرح خليكم وإن المسرحية وأنا أشكركم شكرا لكل كادر حنات الأيام خلف الكاميرا وفي الحنات شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى اللقاء شكرا